أهل أخرى التي تقول يعني فيها الأخت الكريمة أم محمد أعاني معاناة كبيرة من تدخلات أهل زوجي لا يصدر منه قرار إلا أن يرجع لهم ولا تأتي موافقة على أمر إلا أن يرجع لهم وإذا استطعنا أن نخرج في شيء أو غيره تعال تفرج على الاتصالات أنت ما تحبنا أنت تكرهنا هذه تأخذك مننا إلى غير ذلك من أشياء طبعا هذه قضية قد تكون في مجتمعاتنا اليوم شبه يعني تتواجد فهنا تأتي الأم المسيطرة نوع من أنواع الأمهات من أنواع شخصيات الأمهات الأم المسيطرة حتى لو تزوج ولدها لا تزال مسيطرة حتى لو تزوجت بنتها لا تزال مسيطرة بل ربما تطلع تلك الأم على أدق التفاصيل في بيت أولاتها وبناتها هذه الشخصية تملكية بدرجة كبيرة جدا فهذه الأم عندها لا شك حب لكن حبها بإفراط هذا الإفراط يجعل هذه الأم تتابع هذا الولد وتتابع هذه البنت وربما تخرج في الصورة أمامهم بصورة كبيرة خصوصا إذا يعني صار زوجها ضعيف شخصية أو من الأشخاص الذين موكل كل شيء الخيط والمخيط لها أو لا يحب التدخل أو الرأي عند الحريم هذه المرأة طبعا هذه الشخصية تستأنس بهذا الأمر ويعني تكون هي قد خلالها الجو الآن لكن الضحية من؟ الضحية من يشارك هذه الأسرة إن زوجت ولدها فأعان الله زوجته وأعان الله أهلها لأنهم لن يتفاهمون إلا مع هذه وإن زوجت بنتها فأعان الله زوجها وأهل زوجها فلن يتعاملون إلا مع هذه الأم وتصبح في حالة عجيبة وغريبة يعني تصبح هي حكومة داخل الحكومة طيب هذه الأم لا بد أن نوجه لها رسالة اليوم أنت قوية اليوم أنت نشيطة لكن بعد ذلك خصوصا تعيش بعض البنات عشرين سنة ثلاثين سنة مع قوة هذه المرأة وبعد ذلك لا تعرف كيف تتعامل الزوج لم يترك له أي صورة من الصور أن يقوم بانفراده إلى غير ذلك بالأشياء وهذه هنا المشكلة طيب نار